السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعين من كل مكان رح نتكلم بمجموعة هامة جدا من الأحداث اللي تتناولها الصحافة والإعلام الألمانيين أصدقائي أول شي حنتكلم به هو الإصابات حصل إزياد كبير جدا بأرقام الإصابات اليومية في ألمانيا الحقيقة هي أن الأمور لا يحصل فقط بألمانيا بل بأغلب الدول الأوروبية وحتى بروسيا أي نتكلم عن الدول التي يبدأ بها فصل الشتاء في هذا الوقت كلها تشهد زيادات هائلة جدا بإصابات الكورونا بالنسبة لألمانيا شهدت 28 ألف و30 إصابة هذا الرقم يعني لم تشهد ألمانيا هكذا ارتفع بالإصابات يعني منذ بداية شهر أبريل أو شهر نيسان الماضي ببداية كانت الإصابات مرتفعة ولكن كانت تلقيح نسبة جدا منخفضة وبذلك يقفز معدل إصابات 100 ألف نسمة لكل سبعة أيام إلى 130 إصابة أما بالنسبة للوفيات فالوفيات 126 حالة بال24 ساعة الماضية الغالبية العظمى من الإصابات هي لـ 30% من سكان ألمانيا اللي هما الغير ملقحين كون نسبة الملقحين الآن 69.3% يحصل عندهم بعض الإصابات ولكن الغالبية العظمى هي عند الأشخاص الغير ملقحين وأكثر دولة بالعالم بالإصابات اليومية الآن هي ليست أمريكا بلد للـ 320 مليون ولا الصين المليار ونصف ولا الهند اللي مليار و300 مليون بل هي بريطانيا التي تشهد باليوم الواحد بين الـ 45 والـ 50 ألف إصابة وسكانها فقط 68 مليون نسمة ولكن لديهم أعلى معدل فحوصات كورونا اليومية يعني مقارنة بعدد السكان تقريبا بكل دول العالم معدل عندهم هو الأعلى بالنسبة لأطباء العناية المركزة في ألمانيا الدكتور جيرال ياس رئيس جمعية أطباء العناية المركزة يحذر من دخول عدد كبير من المرضى العناية المركزة ويقول إن استمر الوضع بما هو عليه الآن إن استمرت الزيادة بما هي عليه الآن زيادة إصابات الكورونا فسوف نشهد خلال أسبوعين ثلاثة آلاف مريض بأسرة العناية المركزة طبعا أتى هذا التحذير بعد أن قفز معدل الاستشفاء بألمانيا من 2.95 إلى يعني فوق الثلاثة وهو معدل الداخلي للعناية المركزة بألمانيا لكل مئة ألف نسمة بكل سبعة أيام هذا هو راح يكون يعني المعدل الأساسي اللي على أساسه يقيمون إغلاق أو ينهون إغلاق وإلى آخره ويستمر الوضع بالمشافي بالتدهور حسب الإعلام الألماني وكما أكد الخبراء هناك نقص كبير بالكوادر الطبية في ألمانيا والسبب الرئيسي هو نقص الإجور ولا يزال موضوع زيادة رواتب العاملين بالقطاعات الصحية جدا بعيد المنال بألمانيا وكشف عن حجم هذه الأزمة الصحية السياسية بحزب الاس بي دي اللي اسمها كلوديا مول التي كانت تعمل كممرضة عملت لقاء مع قناة اي ار دي وتقول إن راتب الممرضين والعاملين بالرعاية الصحية يعني يعتبر قليل جدا مقارنة ببقية دول يعني دول أوروبية وهم يعملون بضغط كبير جدا وأوقات دوامهم طويلة جدا من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل لذلك سيبقى بألمانيا نقص بالمرضين لحين تحسين وضعهم المادة ولحين تحسين رواتبهم أصدقائي الموضوع اللي راح نتكلم به الآن هو موضوع هام جدا جدا كلنا سامعين بفيروس الفدية أو بالكثير من الناس اللي يتعرضون لابتزاز عليكتروني عن طريق فيروس الفدية عن طريق برامج يعني مماثلة لهذا الشيء الآن الشرطة الألمانية أو مكتب مكافحة الجريمة الألمانية يكشف عن أخطر رجل بالعالم وهو المسؤول عن أغلب عمليات الابتزاز الإلكتروني كبيرة المستوى ليست عمليات ابتزاز لأشخاص عادين فقط بل لشخصيات مهمة لشركات عالمية وحتى لشركات ألمانية البندس كريمينال أمت بولاية بادن فوتنبيرغ مكتب مكافحة الجريمة الألكتروني بهذا المؤسس ستمكنوا من الكشف عن هوية أخطر رجل بالعالم المشهور ببرامج الفدية الألكترونية أو فيروس الفدية هذا الرجل اسمه نيكولاي كا تم يعني الإشارة إلى الفاميلية النامة بنيكولاي كا ومقر إقامته هو بجنوب روسيا كان هذا الرجل قد اخترق العديد من الشركات بألمانيا والخسائر كانت مئات الملايين من اليوروهات وخارج ألمانيا كان قد دفذ عمليات اختراق الخسائر التي كانت نتيجتها هي مليارات الدولارات هذا الرجل السلطات الألمانية كشفت عن اسمه الكامل وعن عنوانه وعن تفاصيل أخرى كان يجهلها يعني الجميع بخصوصه هذا يخترق يعني هذا الرجل يخترق شركات معينة مثلا شركات سينمائية كبيرة أو شركات تبيع تذاكر أونلاين يسرق التذاكر ويوزعها ببلاش على الناس ويكتب هذه هدية من فلان فلاني أحيانا يخترق شركات طبية شركات تكنولوجية شركات تقنية وشركات طاقة ويعني أحيانا يخترق بيانات حكومية حساسة وإن لم يتم دفع فدية له من قبل ضحاياه مثل الشركات معينة حكومات دول وزارات بدول معينة يعني يطلب منهم فدية إن لم يدفعون الفدية سوف يتلف ويحرق الأخضر واليابس ويحصل على أموال الفدية بالعملات الإلكترونية وهو مشهور بالتعامل بعملة البيتكوين يقول بكتب مكافحة الجريم الألماني إن محققين قد تحددوا هويته وتعرفوا عليه ولكن لا يمكن اعتقاله لأنه يعيش بروسيا ولا يوجد تعاون بين أوروبا والعالم الغربي مع روسيا تمكنوا من اختراق صورة وتبين إنه يرتدي ساعات يد تتكون يعني مبلغها أو ثمنها يعني تكون من خمسة أرقام أي أكثر من عشرة آلاف دولارات أو عشرة آلاف يوروهات ويعيش بفيلا ضخمة بروسيا ويجد بها مسبح عملاق يقضي الأورلا وبالخاصة به بدبي وبالمالديف وأحيانا يؤجر يخوت قيمة يعني إيجارها باليوم الواحد ألف وثلاثمائة يورو ويعني فنادق فارهة جدا ويعيش حياة البذخ تقول السلطات الألمانية إنه هو العقل المدبر لبرامج الفدية ويعيش أكثر المخترقين احترافا بالعالم بروسيا ويعتقد أنهم محميين ولا يمكن حتى للسلطات الغربية أو السلطات الأوروبية أو يعني أمريكا يعني عمل شيء لهم حتى بعد الكشف عن هويتهم راح نتكلم عن جرائم الكراهية تنفجر بالوقت الأخير ونظريات المؤامرة تزداد وهناك شركة ناشئة بألمانيا اسمها سيماس هذه الشركة كشفت أصل العنصريين وأصل أصحاب نظريات المؤامرة هذه الشركة اللي اسمها سيماس هي شركة تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالكراهية والعنصرية ونظريات المؤامرة وحتى يعني أمور متعلقة بالأخبار الكاذبة والظواهر السلبية بالمجتمع الألماني قامت هذه الشركة بدراسة الأوضاع بشكل مركز خلال الوباء خلال فترة الكورونا وخلال الانتخابات الألمانية والنتائج كانت مغلقة جدا بركان الكراهية في ألمانيا بدأ بالانفجار بعد حادثة قتل الموظف الذي يعمل من محطة الوقود في إدار أوباشتاين تم أطلاق النار على رأسه فقط لأن طلب من الزبون أن يرتدي كمامه الزبون ذهب إلى منزل وجلب سلاح وأطلق النار على الموظف الأمر بدأ قبل شهر من الحادثة حسب هذه الشركة ويقول رئيس الشركة أن شركتنا هي انذار مبكر للكراهية بألمانيا قبل شهر من حادثة محطة الوقود بدأت حملات كبيرة ممنهجة لنشر الكراهية بالمجتمع الألماني والتحريض على الآخرين ويقول أن العنصرية يعني مدير هذه الشركة أن العنصرية عندما تتخطى الانترنت وتخرج من العالم الرقمي للعالم الحقيقي فهي تعتبر خطر كبير ويمكننا أن نقول أن موجة جديدة من الكراهية والعنصرية قد انساقت من العالم الرقمي إلى الخارج بيوم حادثة يعني محطة الوقود قبل يعني أقل من شهرين وبالفعل قد حدثت العديد من الحوادث المشابهة أو الجراء من مشابهة المبنية على الكراهية والطعن يعني بعد هذه الحادثة أو بهذه الفترة يعني خلال هذه الشهرين تم اتهام جهات أغلبها فاعلة موجودة بألمانيا يعني أشخاص عنصريين موجودين في داخل ألمانيا وجهات أخرى خارجية مثلا قناة روسيا اليوم النسخة الألمانية وجهات بالنمسا وبسويسرا وأغلب الكراهية هي من اليمينيين المتطرفين والشعبويين أصدقائي الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الموضوع الأخير في شمال الراين في لاندك رايس ديوغن يعني في غرب ألمانيا صباح يوم الخميس تمكن 350 ضابط شرطة من مداهمة واعتقال يعني لفترة مؤقتة اعتقلوا مجموعة من الأشخاص يخططون لأعمال معادية للحكومة الألمانية والشعب الألماني وذكر البيان الصحفي للشرطة الألمانية بأن الأشخاص كانوا يعملون دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية داعش وحاليا تحقق السلطات الألمانية مع خمسة أشخاص أعمارهم من 16 عام حتى 22 عام جميع هؤلاء الخمسة أشخاص لديهم جنسية ألمانية واثنين منهم لديهم يعني جنسيات مزدوجة مثلا الروسية أحدهم لديه جنسية روسية ألمانية والآخر تركية ألمانية يعني مزدوجية جنسية تقول الشرطة أنه لم يكونوا لكا اعتقالات خلال هذه المداهمة مجرد يعني اعتقال أو حجز مؤقت وبالوقت الحالي يجري عملية تقييم للأدلة ويعني سوف يتم اتخاذ إجراءات بوقت لاحق وبسبب يعني إجراء عمليات التقييم قد يعني قال الادعاء العام والشرطة أنه كان لدينا 350 عنصر أمني لتنفيذ هذه المداهمات أصدقائي بهذا الخبر وصلني نهاية الفيديو إن شاء الله ياربوا تكونوا لستفاديته اللي يحب يتابعني ويشوف فيديوهاتي أولا بأول رجاء منك أن تتأكد إذا كنت مشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى تصلك كل الإشعارات تحياتي لكم مع السلامة